موسيقى اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحافة حول العالم نبدأ هذه الجولة من صحيفة القدس العرب وما عنونت او ترجمت عن صحيفة التايمز البريطانية مخبر في المخابرات الروسية يصف الحرب في اوكرانيا بالفاشلة اذا نشرت صحيفة التايمز تقريرا اعده تونبول نقل فيه ما ورد في تقرير لمخبر في خدمة المخابرات الروسية اف اس بي قوله ان الحرب الروسية الحالية في اوكرانيا ستفشل فشلا ذريعا وقال ان الجواسيس في جهاز المخابرات سيء السمعة لم يعرفوا عن خطط الرئيس فليديمير بوتين لغزو اوكرانيا ووصف المخبر الحرب بانها فشل ذريع لا يمكن مقارنتها الا بانهيار المانيا النازية وفي تقرير اعده على ما يعتقد محلل في اف سي بل في اف اس بي والتي حلت محل الجهاز الاستخباراتي في العهد السوفيتي كاجي بي ان عدد قتل الجيش الروسي ربما وصل الى عشرة الاف جندي ولم تعترف وزارة الدفاع الروسية الا بمطل اربعمائة وثمانية وتسعين جنديا في اوكرانيا وجاء في التقرير ان جهاز اف اس بي وجه اليه اللوم بل وجه اليه اللوم على الفشل في اوكرانيا لكنه لم يعرف مقدما بالغزو ولم يكن جاهزا للتعامل مع اثار العقوبات الصارمة واضاف المخبر ان احدا في الحكومة لا يعرف العدد الحقيقي للقتلة فقد فقدنا الصلة بالوحدات الكبرى وول ستريت جورنال عن مسؤولين امريكيين تقول روسيا تجند سوريين للقتال في اوكرانيا اذا قال مسؤولون امريكيون ان موسكو جندت العديد من المقاتلين السوريين من اجل القتال في اوكرانيا حيث يستعد الغزو الروسي للتوسع بشكل اعمق في المدن وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال ويشير التقييم الامريكي بحسب ما ورد الى ان روسيا التي تعمل داخل سوريا منذ عام 2015 قامت في الايام الاخيرة بتجنيد مقاتلين من هناك على امل ان تساعد خبرتهم في القتال بالمناطق الحضرية في السيطرة على كييف وتوجيه ضربة مدمرة للحكومة الاوكرانية وقال خبراء ان هذه الخطوة تشير الى تصعيد محتمل للقتال في اوكرانيا ومن غير الواضح العدد النهائي للمقاتلين الذين تم تحديد هويتهم ولكن المصادر اشارت الى تواجد العديد من المقاتلين السوريين بالفعل في روسيا استعدادا لدخول الصراع ورفض المسؤولون الادلاء بتفاصيل ما هو معروف ايضا عن نشر العديد من المقاتلين السوريين في اوكرانيا او وضع هذا الجهد او حجمه بدقة الحرب الاوكرانية مشاهدين الكرام تؤثر على العالم برمته تقول الشرق الاوسط حرب اوكرانيا كارثة على الامداد العالمي للغذاء كيف ذلك؟ نقرأ التفاصيل في التفاصيل احدثت الحرب الروسية في اوكرانيا صدمة للامدادات العالمية واثرت بشكل مباشر على تكلفة الغذاء وحذر رئيس شركة يارة العالمية والتي تعتبر من اكبر الشركات الاسمدة في العالم وتعمل في اكثر من ستين دولة من ان الوضع قد يصبح اكثر صعوبة وقال لبي بي سي الامور تتغير على مدار الساعة كانت اسعار الاسمدة مرتفعة قبل الحرب الروسية بسبب ارتفاع اسعار الغاز بالجملة وقال لقد كنا بالفعل في موقف صعب قبل الحرب والان هناك اضراب واضطراب اضافي في سلاسل التوريد ونقترب من الجزء الاكثر اهمية من هذا الموسم في نصف الكرة الشمالي حيث تحتاج الكثير من الاسمدة الى الانتقال من مكان الى اخر ومن المحتمل جدا ان يتأثر ذلك اذا تعد روسيا واوكرانيا من اكبر منتجي الزراعة والغذاء على مستوى العالم تنتج روسيا بل تنتج روسيا ايضا كميات هائلة من العناصر الغذائية مثل البوتاس والفوسفات وهي مكونات اساسية في الاسمدة والتي تمكن النباتات والمحاصيل من النمو بلينكين يقول اوكرانيا لديها خطة لضمان استمرارية الحكومة اذا قتل زيلانسكي اذا قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين ان المسؤولين الاوكرانيين لديهم خطة جاهزة لضمان استمرار الحكومة في حال مقتل الرئيس الاوكراني فولودمير زيلانسكي وفي حديثه الى برنامج الى برنامج واجه الامة على شبكة سي بي اس وصف بلينكين قيادة زيلانسكي لاوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي بالرائعة وتابع قائلا القيادة التي اظهرها الرئيس زيلانسكي والحكومة باكملها رائعة لقد كانوا تجسيدا للشعب الاوكراني الشجاع وعند سؤال المذيعة له عن السينيوريهات المتوقعة في حال مقتل زيلانسكي على يد روسي اجاب بلينكين قائلا لدى الاوكرانيين خطط لن اتحدث عنها او اخوض في اي تفاصيل بشأنها لضمان ما نسميه باستمرارية الحكومة بطريقة او باخرى دول الحياد الاوروبي تخرج عن صمتها في الازمة الروسية الاوكرانية كيف ذلك خرجت الدول التي تتمتع بصفة الحياد الدائم عن صمتها بتصريحاتها المناهضة لروسيا في تدخلها العسكري ضد اوكرانيا واعتزامها تقديم السلاح لكييف وابدت السويد وفنلندا والنمسا وسويسرا وارلندا التي فضلت التزام الصمت والحياد بشأن ما حدث في البلدان التي مزقتها الحرب مثل افغانستان وسوريا والعراق موقفا مناهضا لروسيا في هجومها ضد اوكرانيا واعلنت هذه الدول التي تتمتع بوضع الحياد الدائم صراحة وقوفها الى جانب كييف واغلقت مجالها الجوي امام الطائرة الروسية وفرضت عقوبة على موسكو وارات هذه الدول ان القرارة المتتالية التي اتتخذتها تجاه بل التي اتتخذتها تجاه العملية العسكرية الروسية باوكرانيا تعيد الذكريات المؤلمة التي خلفتها الحرب العالمية ثانية وعزم الدول الاوروبية اظهار وحدة الموقف ازاء ذلك وقررت السويد وهي دولة محايدة تقديم مساعدة عسكرية لاوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي الازمة الاوكرانية تمتحن العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين لن تقتصر تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا على الاقتصاد الروسي والعالمي والعلاقات بين موسكو والعواصم الغربية حيث ستكون لها ارتدادات على العلاقة بين موسكو وبكين التي تبدو مرتكبة بل مرتبكة في التعاطي مع التطورات في كيهف ووطد الرئيس الصيني شي جينج بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوت صداقة لا حدود لها خلال لقاء ودي في فبراير لكن بعد شهر واحد فقط اتت الحرب في اوكرانيا لتختبر متانة تلك الروابط ومع الغضب الدولي والعقوبات المتزايدة ضد روسيا تسعى بكين جهيدة الى تجنب تضررها من الشراكة مع موسكو وفي الوقت نفسه الى الحفاظ على العلاقة الوثيقة بينهما الى ينشفق تركيا اوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية في البحر الاسود قال رئيس الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية الاقليمية في اوديسا سيرجي براتشوك ان القوات الاوكرانية دمرت سفينة حربية روسية في البحر الاسود وقال براتشوك في بيان على فيسبوك الاثنين تم تدمير سفينة حربية اخرى للعدو في البحر الاسود وكانت روسيا اطلقت فجر الرابع والعشرين من فبراير شباط الماضي عملية عسكرية في اوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو قائد دفاع الناتو بل قائد كلية دفاع الناتو يقول تركيا من اكبر داعمي الحلف تقدم اسهامات مهمة للحلف في التفاصيل تقول يني شفق قال الفريق اوليفيه ريتمان قائد كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الاطلس الناتو قال ان تركيا من اكبر داعمي الحلف وتقدم اسهامات مهمة له كونها صاحبة ثاني اكبر جيش به اضافة الى موقعها الجغرافي المتميز جاء ذلك في مقابلة مع الاناضول تحدث خلالها ريتمان عن اهمية الكلية بالنسبة لحلف الناتو والجهود والدراسات التي تقوم بها ومساهمات تركيا في الحلف والكلية وعن توسع الحلف والعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا واكد ريتمان ان تركيا من اكبر داعمي الحلف وصاحب الثاني اكبر جيش بين الحلفاء كما ان موقعها الجغرافي في منطقة يهتم بها الناتو كثيرا تزيد اهميتها وخاصة في الوقت الحالي بسبب التطورات في اوكرانيا المعارضة البريطانية تدعو جونسون لمصادرة اصول الالوغارشية الروسية تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتقادات لاذعة على خلفية سياسة معاقبة الالوغارشية الروسية المقربة من الرئيس روزي فلاديمير بوتن والسلطات الروسية وتأتي هذه الانتقادات على مستويين الاول يتعلق ببطء اصدار العقوبات تجاه الالوغارشية الامر الذي يتيح لهم مزيدا من الوقت للتحايل على العقوبات وربما تجنب هذه العقوبات فيما يطاول الثاني طبيعة العقوبات التي تنحصر في تجميد الاصول دون مصادرتها لا تقتصر الانتقادات على الاحزاب المعارضة لحكومة جونسون ولا سيما حزب العمال بل تضم طيفا واسعا من حزب المحافظين الحاكم الى جانب اصوات من الحكومة فيما ترى الحكومة انه يجب معالجة العوائق التي تحد من تبني سياسات عقابية صارمة وسريعة كما وعد جونسون بالتوازي مع تسليط الضوء على نجاحها في مواقع اخرى اجتياح اوكرانيا كيف تؤكد ان الممرات الانسانية لاجلاء المدنيين لم تفتح بعد اكدت رئاسة هيئة الاركان الاوكرانية ان روسيا تواصل هجماتها الصاروخية من الحدود البيلاروسية واضافت في بيان عبر حسابها على فيسبوك ان الشعب الاوكراني يواصل لليوم الثاني عشر مقاومته بشجاعة ضد روسيا واوضح البيان ان القوات واصلت منذ منتصف الليل استهداف المناطق السكانية بالصواريخ والقذائف والقنابل وافاد بان المحتلين يواصلون استخدام الاجواء البيلاروسية من اجل تنفيذ هجمات جوية على اوكرانيا واكد مواصلة القوات الاوكرانية العمليات الدفاعية على كافة الجبهات من اجل وقف تقدم الجنود الروس لافتا الى تكبد موسكو خسائر فادحة في العمليات البرية الخناق يضيق على كييف روسيا توسع هجومها بمحيط عاصمة اوكرانيا وتقصف خاركيف وتحاصر ماريبول يواصل الجيش الروسي هجومه الشامل على اوكرانيا حيث يقصف خاركيف ثاني مدن البلاد ويحاول تطويق العاصمة كييف في وقت من المقرر ان تعقد خلال ساعات جولة ثالثة من المفاوضات الروسية الاوكرانية لكن الامل بنجاحها ضئيل طوال امس الاحاد دارت معارك عنيفة في ضواحي العاصمة الاوكرانية ولسيما حول الطريق المؤدي الى جيتومير الواقع على بعد 150 كيلو مترا غرب كييف وكذلك في تشيرنييف التي تبعد 150 كيلو مترا شمال العاصمة وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية الان الى فقرة كاريكاتير شكرا على طيب المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة